غضبنا مش بس غضبنا هذا اللي الناس لازم يفهموه غضبنا غضب أجيال جديه غضبان وما قدر يطلع الغضب اللي عنده أمي وأبوي غضبانين وما قدروا يطلعوا الغضب اللي عندهم عشان كانوا خايفين من الاحتلال ولليوم احنا طبعاً كمان خايفين بس ايش احنا اتفجرت معنا هاي ثلاث أجيال غضب كلهم في جيل واحد تخيل يعني هنا اللي غضب اللي في لما أنا أزعق وامشي عمظاهرات وأحكي في الطريقة اللي بحكي فيها مش بس بحكي عن حليب يعني لما أحكي عن التهجير أنا متهجرت بس جديه هجر لما أحكي عن كيف المدارس ما بيعلموا عن فلسطين ما بحكي عن حليب أحكي عن أمي وأبوي فالتجارب اللي جات من أجيال هي اللي بتعطينا الغضب وهي اللي بتخلينا احنا الجيل الجديد ما نخاف طبعاً خايفين وطبعاً منخاف ان يعني ياخذوا مننا تعليمنا وياخذوا مننا الشغل وياخذوا مننا دارنا بس صار أهمية تحرير النقب أكبر يعني أنا كابن آدم كشخص واحد أنا ما بهم كمان 200 سنة ما بهم بس فلسطين والنقب هي اللي بتهم مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم أولى الحلقات اللي رح أعملها عن النقب اللي نعالج أسئلة اكتشفنا بالأحداث الأخيرة اللي احنا ما بنعرفها وعشان نعرف النقب رح أجرب بضيوفي جميعاً أنه يكونوا يا إما شغالين كثير في الأرض أو رح أتواصل مع ضيوف مثل ضيفة اليوم اللي الناس اللي موجودة وحاضرة في النشطات والحراكات والفعاليات وفي التغيرات كمان السياسية اللي بعدها بتصير في النقب حلقتنا اليوم مع العزيزة عدن الحجوج مرحباً يا عدن أهلين كيف الحال يا عدن؟ الحمد لله كمان كيف حالك؟ الحمد لله عدن أول شيء أنت بالعادي يعني شفتلك أنا كم فيديو الصراحة معصبة أنت هذا الديفولت تبعك الطبيعي تبعك ولا بتعصب وقت الحاجة؟ لا دائماً ديفولت لما نحكي عن فلسطين أو النقب دائماً ديفولت أكون معصبة آه دائماً هيك طيب اليوم فعلياً لأنه أنا وياكي بتضار البرنامج هو إشري من الشهب قهوة سوا يعني أو شاي أو لدكية بس أنه يعني ما فيش داعي للعصبية وأحنا جايين هيك ندردش لا تعصبيش علي لا أكيد طيب عداً أول سؤال بالعادة كيف بتعرفي حالك شو البيو اللي بتكتبي عن حالك وشو كيف بتحبيش الناس يعرفوك أو كيف بتحبيش تعرفي حالك تفضل أنا بحب عرفت حالي أنا إمرأة بدوية فلسطينية عاشي في النقب بفتخر في بلادي وعمري 18 سنة أخذت سنة تطوع قبل ما روحت جامعة يعني خلست مدرسة واخذت سنة عشان أطوع عشان كثير مهم لإلي أني أعطي للمجتمع تبعي عشان المجتمع تبعي أنا الإمرأة اللي بتحكي معاك اليوم لو لا هم ما بكون وين أنا فكثير كان مهم إني أرجع لهم وما بريد لما حد يحكي هاي فلسطينية عاشت في داخل إسرائيل ما بحب أعترف في إسرائيل طبعا هي دولة ومجبورين أني أعترف إنها دولة بس أنا كعدن بأعترف أني أنا فلسطينية عايش في فلسطين المحتلة أو في 48 مش في إسرائيل أوكي بفهم كثير للأخير بس عندي فضول أسمع أكثر على التعريف في الأول تعني فصل شوي شو بتقصد أنه أنت اليوم الشخص أو المرأة أو الصبية اللي موجودة هي نتاج المجتمع اللي إحنا اللي أنت بتحكي عنه بنتفع هيك تفصلي لأكتر كل المجتمع طبعي المجتمع البدوي هو اللي خلاني أكون البنت القوية لقدامك طبعا في كثير أشياء اللي يعني المجتمع طبعي ما بيوافق عليهم يعني المجتمع طبعي أكثر مسكر وأكثر بيسكر على البنات تعرفوا أكثر في الدين وأشياء زي هيك وأنا يعني شايفني مش محجبة وصوتي عالي وبطلع وبناظل وعندنا مش كثير مسموح لنعمل الأشياء هدول بس عشان مش مسموح أنا صرت الأمرأة الصوتها عالي القوية اللي بتحكي معك عشان كان في نسيت الكلمة في العربي تحديات تحديات كثير اللي كنت لازم اللي كان في كثير تحديات في حياتي بس مش بس نحكي كمان عن الأشياء الكويسة المجتمع أعطاني يعني أنا لولا المجتمع طبعي ما كنت بعرف عن فلسطين لولا المجتمع طبعي ما كنت بعرف عن أهمية الأرض للبدوي يعني المجتمع طبعي البدوي هو اللي علمني كديش أرضنا مهمة كديش هويتنا الفلسطينية البدوية مهمة كديش أحنا لازم نضلا نمارس هويتنا ونضلا ندافع عن أرضنا لو لما تعلمت الأشياء هودا لو ما كنت بسمع الحكي تبع الكبار في المجتمع تبعنا كان ما بكون أنا الإمرأة اليوم يعني أنا كنت بسمع جدي كيف بيحكي وإخوانه وكيف دايما دايما موضوع الحكي كان أرضنا ما رح نتخلى عليها أرضنا ما رح نتخلى عليها فكان يعني زي زرعوا في محبتي للأرض ولولاهم كان يعني أنا ما بكون عندي كل الحب لأرضي والحب لفلسطين طب أنت قديش عمرك يا عدن؟ 18 بس راح أصير 9 وانت العمر كله إن شاء الله وانت اكتشفت أنك فلسطينية؟ لما كنت 5-6 سنين صراحة بصراحة عشان أنا كنت بمشي على مدرسة يهود في بير السبع ولما اكتشفت أني أنا فلسطينية هاي قصة حتى أحكي لك إياها يوم من الأيام رجعت على البيت مع عالم إسرائيل خمسة سنين كنت مع عالم إسرائيل بحكي لأمامي آه شو في إسرائيل إسرائيل وإمي إمرأة ثقفة وكثير قوية يعني أقوى مني حتى أنا عندي أخو أنا ويا توأم رجعنا مع عالم إسرائيل على البيت وقعدتنا وقالت أن تعرفوا عالم مين هذا؟ قلنا لما آه دولتنا إسرائيل دولتنا إسرائيل ويتقول مش دولتكو إسرائيل أنتو صح عايشين في إسرائيل بس إسرائيل احتلت دولتكو أنتو فلسطينية وطلعنا عليها يعني إيش فلسطين إيش يعني وهي تحكي بتكن تشوفوا عالمكو وعلمتنا كيف نرسم عالم فلسطين وعلمتنا أن جدادنا كانوا فلسطينية وإحنا خمس سنين يعني طبعا ما كانت تقدر تحكي كل شيء زي ما بعرفه اليوم عشان ما كنت بفهم بس على قلي حكت كلمة فلسطين ومن يومتها فهمت أنه يعني طيب صح أنا عاشي في إسرائيل وصح أنا بقدر أعترف أني عاشي في إسرائيل بس أنا فلسطينية وأرضي محتلة وعلمي أخضر أسمر أبيض وأحمر مش أسمر مش أبيض وأزرق فلما رجعت بعلم إسرائيل اتعلمت أني أنا فلسطينية طيب عدا كمان سؤال شو الأحداث يمكن هيك اللي صارت في النقاب أو برى النقاب اللي كمان عززت لك أكتر الهوية الفلسطين اللي خلت الإشي أكتر من فكرة معلومة زي ما أمك عطتك إياها خلت هيك يعني في كف أكلتين أنا طلعت من فلسطين المحتلة طلعت من النقاب وأنا 9 سنين لكندا كنت كثير صغيرة بس كنت دايما نصوتي عالي حتى وأنا صغيرة يعني في المدرسة كنت في مدرسة هاجر عرب ويهود يعني اللغتين وكنت دايما أنا للبل بس بلوزة فلسطين وبروح المدرسة ببلوزة فلسطين وبحكي فلسطين وفلسطين حتى لما المعامين كانوا بيحكوا سعادة الممنوع نحكي فلسطين لا فلسطين بس طبعا لما روحت عكندا يعني الموضوع ما كانت بنحكي عنه كثير وأشياء هيك بس دايما أمي وابوي كانوا بيستمروا يعني النقاش في دارنا كان دايما فلسطين النقب بدو إسرائيل احتلت أرضنا دايما كان الحاكم وبعدين وانا خمسة عاش ستتاش فتت في المجموعة اسمها بالسطينيان بالسطينيان نيوث موفمينت الشريبة الفلسطينية وين في كندا في كندا آه وكمان فتت في CSI Canada Sanctions Israel بس طبعا هذا يعني إذا بحكي عنه كثير هون مش Sanctions Israel يعني مش كثير BDS وأشياء هيك مش مفهوم أنا أحكي عنه بسرعالي كثير فتت في المجموعة واستغربت لما أنا فتت في المجموعة تخيل كل المجموعة فلسطينية وبيحكوا عن فلسطين يوميا بس لما أنا عرفت حالي كبدويا إن النقب طلعوا علي إيش جابك يعني ليش أنت معنا يعني أنتو البدو في النقب عايشين مع اليهود يعني اتخليتوا عن هويتك الفلسطينية بطلتوا فلسطينية بعتوا أرضك وأنا يعني كابن آدم اللي بيعرف حالي كفلسطيني ابن آدم عاش في النقب وشاف محبتنا لفلسطين استغربت يعني أنتو أنتو يا الفلسطينية بتعرفوا كل شي عن فلسطين ما بتعرفوا عن 60% من فلسطين وإش بيصير فيهم ما بتعرفوا عن النقب وإن إحنا لليوم مسكين على أرضنا ومسكين هويتنا الفلسطينية استغربت كثير حسيت حالي يعني واو حتى الفلسطينية مش معترفين فينا يعني مين معترفين اليوم بس شوف يعني قاعدت وعلمتهم وحكت لهم لأ إحنا يلبدوا في 48 ضلينا على أرضنا وما تحركنا ولليوم يعني ما رح نتحرك وإحنا فلسطينية زينا زيكم صح إن معنا الهوية الإسرائيلية بس ما بنعترف فيها وهم أصلا ما بيعترفوا فينا كإسرائيلية بيعترفوا فينا كبادوا فلسطينية عايشين في إسرائيل بس بدنا نطلعهم من بلادنا second class يعني citizens اللهم فحسيت يعني لمن أحنا للفلسطينية اللي ما بيعرفونا ولا بيعترفوا فينا يعني بيحكوا أنتوا يعني مع اليهود ولا الإسرائيلية اللي بيحكوا أنتوا فلسطينية لازم تطلعوا من أرضكم يعني ظلينا لحالنا بالنص يعني فكان كثير مهم للي خلال PYM Palestinian Youth Movie تشريب الفلسطيني إني أعلم يعني شوفوا أنتوا أكثر من نصف فلسطين مش وعين عنها ما بتعرفوا عنها هذا شي يعني بيخوف يعني إذا إحنا بدنا نناظر لفلسطين لازم نناظر للنقض لازم نناظر للبدو إحنا يعني نسكه فاهم هيك يعني النار اللي فيه صرت أكبر يعني حتى لما شفت حتى الفلسطينيين مش عارفين فهمت أهمية التعليم عن النقض فهمت أني أنا كعدن لازم أكمل أحكي يعني كل ما بقدر أحكي عن النقض وأحكي عن فلسطين عشان الناس يتعلموا طب أنت لو خليني أحكي هيك أنه أنت سافرت وشفت الفلسطينية فوللي هو هذا خليني أحكي بفلسطين تيجد الاحتلال كيف مقسمنا بيكون فرصنا بأنه نختلط ببعض أقل يعني حتى أنا فعليا اللي عندي أصدقاء بدعي من كل مكان أقل أصدقاء عندي يهمن النقض اللي هم كمان يعني من ستين في مئة فبتقدري هلا تهاجميني شوي شوي بس بس بدي أحكي لو أنت ما سافرتي برة واحتكيتي بالفلسطينيين وشفت الواقع بدي أركز أكتر لحد 9 سنين وبعدها شو كان في صور بالنقب اللي كمان خلت لك أنه أنت بتحكي أنه أنا موجودة مع فلسطينيين مش معترفين فيه كفاية أو مش عاملين اعتبار وعندك إسرائيليين كمان أو الإسرائيل اللي قاعدة بتطحش فيك من أرضك وبيتك وهويتك شو اللي بتوعي له بنشأتك يمكن أكتر اللي خلتك كيف تكبر المشكلة مع الاحتلال ومع إسرائيل أكتر أنا بنت من قرية غير معترفيها من قرية عواجان 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 بالزبط منو أنا صغيرة كنت بشوف قوات الاحتلال بجي وبتدمر بيوتنا وبتدمر بيوت جيبتي يعني بيوت عيلتي بس لما كنت في كندا تخيل يعني حرب مع نفسي كان فيه يعني كيف أنا بنت من قرية غير معترفيها بقدر أعيش حياة سلمية في كندا وعيلتي بتناظر وعيلتي دورهم بنهدن فوق روسهم يعني كيف بسمح لحالي يعني أنا لازم أكون غاد معهم لازم أكون غاد أدافة عن دارنا أدافة عن دار جدتي وجدي كان الحرب مع نفسي يعني حسيت بال سعبني كمان مرة مذنب بالزبط حسيت بالذنب كيف أنا عادا بسمح لحالي أعيش حياة آه ريلاكس وسلام وكندا وهو وفي آلاف الناس ميات وآلاف الناس بلادي اللي خايفين على حالهم خايفين على بيتهم خايفين على عربهم فالشي يعني كان بيأثر علي خصوصي لما يعني كانوا بيتصلوا علينا آه شوفوا هاي قوات الإسرائيلية جت تهدم الدار وأنا بدي أنطف التلفون يعني أنطف وأكون هون عشان أحكي لا لا تهد الدار بس ما بقدر أسوي ولا إيش يعني إيش بقدر أروح أظاهر في كندا أسوي مظاهرات صح يعني بقدر بس التغيير بيجي من جوة لبرة مش من برة لجوة فراي أنا يعني طبعا إحنا نقدر نساعد الناس اللي عايشين بس مساعدتنا ما بتفيد إلا إذا يعني هما كمان بيقوموا معنا فاهم القص فالغضب اللي فيه كبر يعني لما حسيت حالي ما في أمل حسيت حالي إيش أنا بقدر أعمل يعني كيف بقدر أساعد فلسطين كيف بقدر أساعد النقب كنت بقعد بحس لا ما في أمل يعني ما بقدر أنا أسوي شي خلاص يعني الموضوع رح يظل لي تكرر والبيوت رح يظل لي تهدمين والبدو رح يظلهم يعني إسرائيل رح يظلها تسكت في البدو كان في فترة يعني صراحة ما كان عندي ولا أمل ولا كنت بحب أفتح الإنستجرام والفيسبوك عشان أشوف عشان لما أشوف بحس في الذنب وبحس يعني طيب خلاص نعرف فهمنا إيش بنقدر نسوي ولا إشي خلاص فهمتونا بنعرف الموقف بنعرف إيش بيصير في فلسطين بس يعني إيش إحنا نظل نعلم 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 وما نسوي إشي حسيت اتدمرت كان في إلي فترة اتدمرت يعني خصوصي في شهر خمسة على الآخر بس تعرف لما مع الحركة اللي صارت الحين يعني شفت السوشال ميديا الوعي اللي آه نقدر نسوي يعني الناس اللي بره البلاد لما يحطوا على السوشال ميديا وعلى الإنستجرام زي أيام برافر تعرف برافر في الفرس يا صح صح كيف قدرنا نوقف برافر هو مع الوعي مع الثمانية واربعين دولة كانت بيظاهروا في نفس الوقت في نفس اللحظة ضد برافر عشان هيك قدرنا نبطل أو نوقف ايش برافر كان بده يسوي فأنا بنفكر يعني منقدر نسوي هيك كمان مرة أكبر حتى من هيك منقدر نسوي فهي شوية أمل يعني يوميا طب عدن عدن لما بتحكي أنت احنا خلينا هيك نحكي انه القضية انه القرى غير معطرف فيها وهدم البيوت للمرة الاربعين والستين والثمانين يعني بتتحول لأرقام بس بنفع تحكيلي يعني تجرب نكسر الهيدلاين أو الخبر هذا عنوان الخبر لقصص يعني بمعنى انت أقاربك بلدك جيرانك ناسك قصص من المحيط لشو يعني العيشة بقرية غير معطرف فيها وشو يعني هدمة لبيوت المستمر لتحكيلي انه كيف أثر فيك بالشكل هذا معنى انك تعيش في قرية غير معطرف فيها يعني ما في مية ما في كهربة طبعا احنا يلبدوا منساعد بعض يعني اليوم انا عايش في قرية لقية بالزبط حد قرية عواجان يعني جيران فالناس اش بيسووا بيمدوا مي وكهرب من تحت الارض لبعض الناس اللي عندهم مي بيمدوا لاللي ما عندهم مي ويعني الموضوع كتير صعب مرات عندك ومرات ما عندك وهدم البيوت يعني شوف عنا ما رح أحكي اسم العيلة عشان يمكن هما ما بدهم يعني ينحكي عنهم بس كان في عندنا عيلة اللي كانوا بيتخوا البوليس كانوا بيتخوا عليهم هما بيتخوا على البوليس لثلاثة أيام ثلاثة أيام حرب عشان بيوتهم ما ينهدوا هاي عيلة كانت بيتهم تنهد كل اسبوع ثنين وخميس بيتطقوا على بيتهم رح نهد بيتكو ونفس الاشي مع عيلتي كانوا بيجوا بيهدوا وحتى البيوت اللي أحلم يكون عايشين فيهم أربع حيطان والسطف كان زينكة ممنوع يكون حيط يعني زي الخلق ليش عشان إذا بنبني بيت زي الخلق بيصير أصعب نهده فهما بدهم أسهل إشي أسهل إشي أسهل إشي بنقدر نهده أربع حيطان مع زينكة تخيل يعني لما تمطر أو لما يكون فيه هوا ثقيل يعني هاي مش طريقة تعيشها خصوصي في دولة ديمقراطية يعني أنت كدولة ديمقراطية بتعيش 30% من العاشين في نقب هيك بين قسان أنت عملت بين قسان عشان عشان النسخة المسجلة رح تطلع صوت من غير حركة بين قسان عملت بين قسان كملي تفضلي يعني الوضع ولا مرة كان سهل ولا اليوم مش سهل يعني زي ما حكيت 30% من العاشين في النقب هما بدوا ونصهم عايشين في قرى غير محترف فيها يعني أطفال ما عندهم مدارس لما بدهم يروحوا على المدرسة لازم يمشوا أربع ثلاث كيلومترات على أقرب قرية معترف فيها عشان يروحوا على المدرسة وحتى القرية المعترف فيها يلا نحكي كمان هيك حتى القرية المعترف فيها مرات ما عندهم كهرب ولا عندهم مي ولا عندهم مصاري للشوارع والمدارس يعني شوف فآخرة كم من سنة دولة إسرائيل سوت 120 قرية لليهود وسوت 11 قرية للعرب البدو وال11 قرية هذول ما عندهم مي ولا عندهم كهرب ولا عندهم شوارع ولا عندهم ولا إشي حتى اللي منشوفه في آخرة كم من يوم قرية سعو وقرية الأطرش اللي بيصير فيهم كل الأحداث هاي قرية معترف فيها في ثلاث أنواع في قرية معترف فيها قبل الألفين وهوذا اللي عندهم مي وعندهم كهرب بس مش دائما طبعا وفي ثاني نوع قرية قرية معترف فيها بس بس على الورقة يعني معترف فيها من الدولة بس الدولة ما بتعطيهم كهرب ولا بتعطيهم مي ولا بتعطيهم دراهم ولا بتعطيهم شوارع بس على الورقة بس هيك بالاسم معروف فيها وآخر قرية القرية الغير معترف فيها على الآخر يعني هاي القرية اللي 24 ساعة في خطر إن بيوتهم تتدمروا ويتهجروا يعني النكبة مستمرة بالحرف طب عدن هي مش اللقية اسمها صاح هي اللقية اللقية خليك باللهجة نفسها عشان طلق بطيني إن شاء الله خاصة أسباء المناطق حكي لي معلش على العلاقة بين العواجان واللقية لما بتحكي لي إنه بين هدم البيوت بس اللقية بتوقف معكم فهو اللقية وعواجان كانت قرية مع بعضها بس بعدين لما دولة إسرائيل بدت يعني بدت تسوي قرى معترف فيها سوت نسيت الكلمة بوردرز حدود أيوة سوت حدود القرية بس أطلعت نص القرية لبرة حكيت بس هذا النص هو المحترف فيه إذا ودكوا تعيشوا في قرية محترف فيها أطلعوا من أرضكم وتعالوا على القرية فيعني بالزبط هو لما أنا أمشي على عواجان عشان أشوف عيلتي الشارع بيوقف في نصه وبيصير تراب ما في متر بين القريتين ليش عشان كلهم قانن القرية مع بعضها بس لما صار صار الناس في اللقية الناس في القرية المحترف فيها صاروا يمدوا مي وكهرب للناس في عواجان اللي ما عندهم مي وما عندهم قهرب عشان في نهاية اليوم إحنا كنا كلنا واحد مع بعض هما اللي قسمونا وإحنا ما قرر نتقسم أنت بتحكي عن عيال واحدة كمان يعني بتحكي مش عن قريب بتحكي عن عيال واحدة وبتحكي عن نسيج واحد بالضبط وال该ت Utah l'israeliya هي اللي قررت تكس observers وطبعاً الناس الفي قرية لقية المحترة فيها بيحترموا قرارات الناس الفي قرية عوجان اللي هم ما يتحركوا وهم ما ودهم يتحركوا شو يعني يتحركوا؟ يتحركوا يعني يطلعوا من أرضهم آه أوكي آه يعني هم يعني الناس الفيلاقية طبعاً بيحمدوا ربهم إنه هما في اللقية وعندهم مي وعندهم كهرب بس في نفس الوقت ما ودهم الناس الفعوجان يطلع عشان هما فاهمين الناس الفعوجان فاهمين إن الناس الفعوجان هذي أرضهم ولهم حق يظلهم في أرضهم فطبعاً لما يتفهموا الحق ويتفهموا الأشياء زي هذا بيمدوا كهرب ومي عشان يساعدوا بعض أخرها أحيان كلنا نسواح وكلنا عيلة واحدة طب عندي سؤال خليني أحكي وفهميني صح يعني الأولاد يعني مثلاً طول كرم إحنا بنحكي بالقاف لما بنطلع برها بنسير نحكي بالآلة فطرة بعدها هيك يعني أو هيك جيلي خليني أحكي لفترة بعدين كلنا لا أنا ما أبدأ أحكي أنا بحكي بلهجتي وبضل عليها آخر فترة يمكن أو بالفترة الأخيرة اللي صارت يمكن فيه إشي أكثر من إنه إشي سياسي فيه إشي هوية النقب أو فكرة إنه اللهجة والثقافة وفكرة البداوي اللي هيك يمكن صارت لفترة إنه دحية وحلوة وهدول من النقب وهيك أو كيوت وكزا لا اليوم فيه إشي حقيقي انتبهت له منه يعني خليني أحكي مثل برافر إنه كان فيه حراك وفيه مجموعة حولت إشي حولت برافر لعنوان بس فيه إشي بالنقب صاري اللي هو أهال النقب اللي حطت يعني فخراً بأنه إحنا ستين في المية يعني أهل فلسطين وعملت اللون الأحمر تبعاً منطقة وإحنا ولاد النقب وإحنا بنات النقب وهيك بدي أسأل على اللهجة أنت فعلياً يعني كمان بلاحظ أنه يعني أنا كثير ما بسوط بقضية أنه ناس بتحفظ على اللهجاتها وأنه ما فيش لهجة المدن هذه اللي بدأت تبعها بس كمان لفتني أنه أنت كمان بالPYM فترة من الفترات كنت الناس تطلع أنه أنت يعني بنت بادية مثل ما بتطلعوا البعض علي لفترة أنه أنت فلاح كانت فأنا يعني أنت أشجع مني مرضتيش تغيري أو كذا أنا غيرت شوي ورجعت بس أحكي لي أنا بتصعب لما أحكي مع ابن أدم مش بدوي بخاف لهم ما يفهموا علي فبغير مش عشاني مش فخورة بس عندنا كلمات اللي صعب تفهمين أو لهجتنا مرات بتكون صعبة خصوصي لما ماشيت على كندا وتعرفت على أردنية وسورية ولبنانية اللي لما كنت بحكي معهم فالبدوي يعني بحكي لغة ثانية بس لما تحكي مع شمال فلسطين مثلا تطلع يا حيفا أو تطلع فرضا تقابل حدا من المثلث أورا مالله بفهموا عليك هم بيفهموا البدوي أنا صار عندي زي ما تحكي يعني خلص لما أشوف حد مش بدوي بحيث حالي لازم أغير حتى لو ما ودي أغير أو حتى لو هم بيفهموا علي طب خليك مركز باللهجة الصراحة الله يرضى عليك حتى لو أنا بحكي معك أنا بحكي بلهجة وأنت بحكي بلهجة أنا جزء من الأشياء اللي مكيف عليها قصلا فكرة كيف أنه مش في حدث سياسي فيه إشي حقيقي إنه فيه فرض ثقافة النقب علينا زي ما هي أو أنا لقي لي طيب جاي من منطقة اللي هو لا يعني بنطول كلم بحكي بالقاف إذا طلع رمالله ببضرب له شوية آل يعني هيك طيب عدا أنا ميدانك هلأ بدي أسألك مين هدول البنات والأولاد اللي نزلوا فجأة يعني مين أنتو يعني هذا الجيل اللي 17 و 18 اللي اليوم قاعد بقود المظاهرات ومولع معه يعني حارك حارك كتير صفان وحارك كتير أشياء إنت صحي إنت وعي سياسيا وما بدي أحكي بس عنك يمكن إنه شوي وضح لي المصاري اللي أنت فيه يمكن ذهابك لكندا ساهم بإنه تتعمق عندك الهوية السياسية خليني أحكي بس حالة النشاط السياسي اللي قاعدين ما نشوفها وتحديدا إذا بتركزي على الصبايا من بعد أحكيلي أكتر أسماء ناس شخصيات عايشينا معكم أول شي نحكي عن كل الجيل البدوية بدون بنات والأولاد جيل كواحد أحنا الجيل عاش تحت الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي عيش جيل شاف إيش بيصير في أهلنا وشاف إيش بيصير في جدادنا وجيل اللي أنزرع فيه هويته عشان أحنا يعني شوف جدي تعلم هويته خلال الحياة وأمي تعلمت هويتها من خلال أبوها وأنا اليوم تعلمت هويتي البدوية الفلسطينية مش من تعليم اللي حوالي عشان اللي بيشوفوا حوالي هو مش فلسطين هو إسرائيل اللي بتعايش معهم هم يهود فما كنت بقدر أتعلم عن هويتي من الحكي مع الناس بس كنت بقدر أتعلم هويتي جوا الدار من جدي ومن جدتي ومن أبوي ومن أمي وقال لي إنت سألت ليش أحنا غضبانين وليش أحنا يعني غضبنا مش بس غضبنا هذا اللي الناس لازم يفهموه غضبنا غضب أجيال جدي غضبان وما قدر يطلع الغضب اللي عنده أمي وأبوي غضبانين وما قدروا يطلع الغضب اللي عندهم عشان كانوا خايفين من الاحتلال ولليوم أحنا طبعا كمان خايفين بس إيش أحنا تفجرت معنا هاي ثلث أجيال غضب كلهم في جيل واحد تخير يعني أنا اللي غضب اللي في لما أنا أزعق وأمشي عن مظاهرات وأحكي في الطريقة اللي بحكي فيها مش بس بحكي عن حليب يعني لما أحكي عن التهجير أنا متهجرت بس جديد هجر لما أحكي عن كيف المدارس ما بيعلموا عن فلسطين ما بحكي عن حليب أحكي عن أمي وأبوي فالتجارب اللي جت من أجيال هي اللي بتعطينا الغضب وهي اللي بتخلينا أحنا الجيل الجديد ما نخاف طبعا خايفين وطبعا من خاف أن يعني ياخذوا مننا تعليمنا وياخذوا مننا الشغل وياخذوا مننا دارنا بس صار أهمية تحرير النقب أكبر يعني أنا كابن آدم كشخص واحد أنا ما بهم كمان عشرين مئة سنة ما بهم بس فلسطين والنقب هي اللي بتهم هو اللي رح أولاد أولادنا يكملوا يحكوا عنها فأحنا الحين من ناضل عشان أنا أنا شخصيا بناضل عشان أولادي يقدروا يرجعوا عن نقب ويقولوا هذي أرضي وتكون صدق أرضهم والدولة تعترف في أرضهم فهذا اللي أنا بناضل فيه ولما نحكي عن النساء بخصوصي أنا بفتخر بفتخر في كل بنت طلعت وبفتخر في كل بنت قال لي إذا ما قدرت طلعت حطت على السوشال ميديا واستعملت صوتها واستعملت طرق جديد هاتحكي أنا اللي بيصير في النقب ليش عشان كان في حراكة أيام برافر أيام 2013 كان في حراكة نسوية يعني البنات كانوا بيطلعوا مع الأولاد في المظاهرات والأشياء هيك بس لنق عشر سنين حوالي أقل شوي ما البنات ما بيطلعوا من كثير عشان زي ما كنت بقول في أولها المجتمع البدوي بيسكر أكثر وهذا مش شي غلط يعني كل واحد وقراره يعني كل واحد وهو كيف بيقرر عائلتي طبعا بس زي ما قلت الغضب اللي بنشوفه عشان البنات لاحظاً وشافاً إنه لما الدار تنهد تنهد على روسنا كمان أحنا لما الدار تنهد تنهد على روس الأم وولادها مش بس على روس الزلمة فأحنا كبنات لازم نطلع وننناظر لأرضنا عشان هذي أرضنا زي ما هي أرض أخونا سمعت ولا لا لا سمعت كامل لا سامع عشان لا فصل شوي الكاميرا بس تمام عشان أحنا فهمنا يعني أنا عندي أخو توقن فهمت إنه هذي أرضي قد ما هي أرضه وهذي أرضي قد ما هي أرض أبوي ليش أنا كبنت يعني النضال النضال ما في جنس النضال لكل فلسطيني ولكل بدوي يعني ليش أحنا يعني ليش بس 50% يطلعوا يناضلوا وإحنا نقدر نكون 100% اللي بيطلعوا 50% مننا نساء إحنا 50% نقدر نغير ليش أحنا ما نطلع الناضل إيد في إيد مع الإسلام كلنا بدو وهذي أرضنا كلنا وهذا اللي أحنا من نجرب نوريه يعني شوف نقدر نفكر فيها في طريقة ثانية اليوم اللي بيصير مع البدو اللي كلنا طلعنا بطل فيه فكرة آه هذي أرضه هو يعني ما بهم إيش بيصير فيه أنا بهمني بس بيصير اللي في أرضيه صارت فكرة جديدة إنه هذي أرضنا كلنا البدو النقب لكل بدوي يعني اللي بيصير في الأطرش بيصير فيه والبيصير في عيلة أكس بيصير في عيلتي كمان أنا فإذا أحنا منفكر فيه كذي منفكر إنه حتى اللي ما عنده أرض يمشي يناضل لأرض لازم نفكر فيها كمان طريقة ثانية حتى النساء بيقدروا يناضل لأرضهم ليش ما يناضلوا يعني فاللي منشوفه اليوم هي حبة جديدة أول شي الولاد اللي في جلي صاروا يدعموا البنات يطلعوا صاروا يقولوا إنه انتن فخرنا يا البنات وانتن أحنا وراك مية في المية والبنات بطلن يخاف أن يطلعن البنات صارن يفهمن هذي أرضي كمان يعني إذا نحكي عن مظاهرة المظاهرة اللي كانت قبل أسبوعين شوف لما بدوا العنف كان في زلام عندنا من جيل 18 إلى 25 اللي ركبوا في سياراتهم ونزلوا ركبوا نساء وركبوا بنات في السيارة وطلعوهن للجبل ورجعوا عشان طلعوهن لمحل اللي يكون فيه أمام فاهم فأحنا منشوف يعني بطلنا نشوف فكرة بنت وولد ما عنده أرض عنده أرض هذي أرضه هذي أرضي سرنا نشوف فكرة كلنا مع بعض كبدو ما بهم بنت ولد أرضك مش أرضك كلنا مع بعض فعشان كده أنا بفكر التغيير والحركة اللي بتصير صارت في طريقة كبيرة عشان شوف سرنا نشوف سرنا نفكر في حالنا كبن آدم واحد كشخص واحد بدل ما نفرق حالنا يعني عدن كمان سؤال بشوف دائما بالنقشات وبالجلسات وبالخطاب دائما التأكيد أنه النقب جزء من فلسطين واللي بصير بالنقب بصير بكل فلسطين خليني أحكي أنه قبل غير الأحداث اللي موجودة في النقب قدش تتأثروا أو يعني قدش تتأثروا بالأحداث اللي بتصير بعموم فلسطين وهون سؤالي مش اعتبار أنه أنت من السويد وفلسطين بمكان تاني بس بالقصد أنه في عندك كتير أحداث محلية موجودة اللي بتشغلك ممكن بس كمان صار فيه مع الميديا اليوم اللي موجودة ومع حجم التأثير وشكل الخطاب اللي قاعد بشوفه اليوم التأكيد دائما على أنه النقب جزء من فلسطين زي كأنه أوكي إحنا حتى النقب كان مهمش لفترة بس كمان النقب لما قاعدين منطلعوا على الهيدلاين والخبر الرئيسي بالأخبار كمان فلسطين لازم تطلع معه أو لازم يكون جزء من فلسطين لأنه فلسطين كلها اللي قاعدة بتتعرض لاحتلال واستعمار دا أقول لك الصراحة يعني الحين النقب عندهم مشاكل بشغل الدنيا بحالها يعني إحنا كنا منشغلين في مشاكلنا لسنين كثير يعني ما كنا منعرف إش بيصير في باقي فلسطين أولا عشان إسرائيل ما كانت بتقول لنا وما كان عندنا طريق نشوفها جديد هذا الشي تبع السوشال ميديا والإنستغرام والأشياء وهو ذا الجديدة فجديد أحنا صرنا نتعلم عن البصير بس حتى لما نتعلم يعني صح أنا بقدر أتعلم عن شيخ جراح وأنا ظل لشيخ جراح بس بعدين بلف رأسي وبشوف بالزبط اللي بيصير في شيخ جراح بيصير هني يعني الواحد بنشغل دائما في مشاكله بس في هبة شهر خمسة اللي كان بيصير في شيخ جراح كان بيصير اللي كان بيصير أيامها النقب ولعت صح ما كان بيبين على الإنستغرام وعلى السوشال ميديا بس النقب بين 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 النقب كان يعني شفنا إيش بالنقب ما شفناهش بين ما كانوا في فلسطين بالزبط يعني أحنا ولعنا مش بس عشان يعني اللي بيصير في شيخ جراح بالزبط بس عشان أحنا منحس في ألمهم ولنا سنين منحس في ألمهم ويعني شوف لما احنا منحس في الألم طبعا احنا مودنا للألم يصير في ناس غيرنا ولا ودنا يصير فينا فلما شوفنا بيصير في فلسطينية ثانية كنا غضبانين صح بس الحين يعني اللي بيصير فينا مش جديد هو بس جديد ان الناس بيعرفوا عنا جديد ان السوشال ميديا بتحكي عنا فاحنا مهم انه زي ما احنا نعرف ان الألم اللي بيصير فينا بيصير في كل الفلسطينية الفلسطينية كمان يعترفوا في اللي بيصير فينا احنا ويعترفوا فينا كناس اللي ظلوا ع ارضهم وظلوا في بلادهم يعني انا شوف ما ويتدحكي شي مش كويس بس كثير عادة بنفع تحكي عادة كثير اتعرف على الفلسطينية اللي بيقولوا لي يعني اللي كانوا زعلانين ومتعاصبنين يعني ليش انتو ضليتو في دولة اسرائيل ليه ما طلعتوا معنا في 48 بس احنا بدوا منقول ليش انتوا ما ظلتوا معنا ليش انتوا يعني كل واحد بتساءل الثاني وما بيتفاهم الثاني طبعا احنا متفاهمين ان في 48 كثيرة تهجروا غصبا عنهم صح بس كمان اللي تهجروا لازم يفهموا ان احنا ظلينا عشان هذي هي حالة المزايدة هاي بين الفلسطيني على مين فلسطيني اكتر او مين بده ضحي اكتر او مين بده قدم اكتر بس هي مش بالعادي اللي بيسمعها او العرب خاصة بيفكروا انه الفلسطيني قاعدين بزايدوا انه انت حافظت بس هم ما حافظ انت قاتلت بس هم ما قاتل بس فعليا كان الاشي انه في مناطق اللي هتموا فيها منيح ومناطق تعرضت لضغط اقل ومناطق تاني بس بحس انه حتى شيء ايجابي اه لا حالة المزاودة بين الفلسطيني بحس احيانا شيء ايجابي انه انت قدمت اكتر انا قدمت اكتر انت عملت اكتر انا عملت اكتر هي بالاخر على الفعل والقرب من فلسطين اكتر اكتر بعدا تفضل كاملة اذا بحكي بخصوصي عن النقب النقب هي محل وخصوصي البدو اللي عايشين في النقب اسرائيل دولة اسرائيل اشتغلت عليهم كثير اللي ينسوا هويتهم الفلسطينية اشتغلت علينا لعشرات الاسنين شو عملت شو عملت انتي لقلك من شو بتوعي شو عملت اسرائيل عشان تنسيك هويتك الفلسطينية ثواني خلي امي هون ثواني متأسفة لا خليها بنفعة انضام بس يعني امها مشكلجية شو تنضام انتم مسجل المقابلة هاي هذا جزء من النقاش تفضلي الله يسعدك بس دا استغل للشمس واطلع طيب خلي راحتك وصلنا لقائيا تفضلي زي ما كنت بقول هم يعني اذا بحكي لك عن امي المشكلجية حكي للمشكلجية كان ممنوع يرسم عالم فلسطين او بن حبس كان ممنوع يحكي عن فلسطين كان ممنوع يعترف كفلسطيني يعني شوف امي نفسها كانت بترسم عالم فلسطين وانحدثت يعني الجيل كله كان كذي فكانوا بيشتغلوا عنهم في الطريقة هايذة وفي الطريقة الثانية اه اه ا هو كانت فينا كانوا اه بيعلموا في المدارس اسرائيل واسرائيل واصلا انتم ما في فلسطين وكانوا بيتعلموا بيعلموا تاريخ غلط لا اجيال واجيال وطبعا البيتعلموا في المدرسة بتصدقوا علشان هذي مدرسة يعني اذا حد بيقولك واحد زائد واحد هو اثنين خلص تعلمتوا في المدرسة يعني صح فإحنا أخذنا وقت كثير إن نرجع تاريخنا ونرجع هويتنا الفلسطينية نرجع نفهمها ونرجع نتعلمها في الطريقة الصح. فالشي كمان بيوجة إن يعني أحنا لنأس سنين وسنين نتعلم ونجرب نتقرب من هويتنا الفلسطينية بس بعدين في ناس بيقولوا نا آه أنتو مش فلسطينية عشانكو أنتو عايشين في اسرائيل الشي بيوجة والشي يعني بعصب كثير بس شوف في وعي أكثر اليوم اللي الناس بيتفهموا النقب ستين في المية أو خمس وخمسين في المية من فلسطين وهو در فلسطينية زينا زيهم صح أن عندهم الهوية الإسرائيلية بس هم أصلا هم ما بيعترفوا فيها يعني أنا أحس السراحة أنه النقب مؤخرا هو عم بيطلع بحكي للفلسطينيين قائد أنه يعني مش أنه أنا فلسطيني زي زيكم أنا فلسطين أنا الفلسطين مش أنتو فلسطين أنه أنا الستين في المية أنا ها طلعوا الزاوي اللي تحت في هاي كاملة أنا لوني أحمر شوفوا أنا هني طيب معلش بدي أرجع مرة تاني إذا بدي أحكي أنه لمصار صديقاتك وأصدقائك الناس اللي موجودة بس بحكي على جيلك أكتر ومرة تاني بدي أرجع لنقطة أنه أنا فاهم المصار تبعك وفاهم الوالدة وأهلك يمكن كيف أضطروا كيف عشتك بره خلتك تحتكي بسياسة أكتر بس بنفع هيك تعمليلي شوية يعني إضاءات أو هاي لايتس على مجموعة أو أسماء من الناس اللي حواليك لشو صار معها لتسيسات أو أنه تسيست بشكل طبيعي أو شاركت بشيء أو هي شاط يعني عايشيني عايشيني بالمجموعة اللي أنت موجودة بسطة أكتر في بنت معي تعرفنا في المظاهرة تبعت القطرش اسمها ومتأكدة أن هي رح تسمح لي أحكي عنها عشان عندها إنستجرام وعندها يعني كثير بتحكي وبتناظل في عامة أكتر عادي أحكي عنها اسمحي لا اسمحي لا هذا البنت أقوى بنتي تعرفت عليها في حياتي بصراحة أقوى مني أقوى من كل بنتي تعرفت عليها عشانها هي من سعوة وطلعت تناظل لأرضها حتى لما ناس قالوا لهي لا تطلعي حتى لما كان فيه ناس ضدها حتى لما يعني المجتمع كان بيكتب لي قول هي أذلك كان في الدار هذي شغلة إزلام لا تطلع عنها الظاهرين طلعت وظاهرت أكثر مننا كلنا مع بعض وانحبست ورجعت طلعت انحبست يوم يومين حتى ورجعت طلعت حطوها في حاوس يعني اللي ما تطلع من الدار طلعت وظاهرت هذي البنت هي أملنا وهي فخرنا شوف يعني كلنا لازم نتصر ثانية بدي أمسك بس معلش قبل ما نكمل نحطت باعتقال منزلي صح؟ اعتقال بعدين اعتقال منزلي اه اعتقال بعدين اعتقال منزلي ليه كم كان عمرها اين تصار هذا الحكي سبعتاش قبل كم من يوم اوكي عمرها سبعتاشر ثاني وتم اعتقال اوكي وتم واعتقلت بعدين بعدين كانت اعتقال منزلي اه بالعادة الاعتقال لمنزلي عندكم لكم بكون حطوها عشرة أيام بفكر بفكر هذي أنا سمعته بس شوف أيام اعتقالها المنزلي كانت المظاهرة الكبيرة حسب رأيك ظلت في الدار طلعت وظاهرت جد يعني هاي البنت فخرنا كلنا وهيذ البنت اللي اعطت اه اعطتنا قوتنا خلتنا نكمل نكمل ونظهر اكيد في اولاد كثار وبنات كثار بس ها يعني بفكر فيها اول ما نفكر بيصير في النقض كثار زيها يعني طب انا انا بدي أسألك على ثلاث اسماء حكينا بدي كمان اسمين كمان اسمين صعب ها لازم الاسم الكامل مش لازم الاسم الكامل لا اسمك عم نحكي عنك بس اسماء تاني او حالات تاني فيه ولد ما بعرف اذا رح يسمحلي احكي اسمه فرح احكي مش لازم الاسم باتم في شهر خمسة اعتقل شباك اخذه مرتين اعتقل عشان المظاهرات اللي كاب يسويهن لشيخ جراح واشياء زي هيك هو كمان من من سعوة اعتقل و هذا شاب يعني بعرفه شخصيا شاب بيجنن اعتقل وكمل يناظر واللي شفنا في المظاهرات اللي اليوم كان على الفرنت لاين تبع كل مظاهرة كان اول بن ادم غاد واخر بن ادم وهو كمان اعتقل ولسه ما طلعو اولة كم من يوم عايوا يقولوا ليش اعتقلو عاي المحامي يشوفو عايوا اهالي يشوفو ما كنا منعرف السبب ليش اعتقلو وزيه زي كمان كثير ناس اللي اعتقلو يعني هو بن ادم اللي شوف كديش صار في حياته حد مدارة اكثر من مرة اعتقلو اكثر من مرة الشباك اخذو وكمل وما بيخاف هذا بيعطينا امل كبير وفيه كمان واحد اذا بقدر اقول كمان اسم فيه واحد اسمه رأفة ابو عايش هو كان في الشبيبة ايام برافر تخيل يعني هو كان اللي بيحركه هو اللي كان في المجموعة اللي سوت حركة برافر اللي يعني هو كان بيناظر من يوم يوم واليوم الجدعان رأفة طبعا معروف اسمه اه واليوم كمان رجعين يناظر معنا ويكون معنا على الفرنت لاين دايما يعني هو بن ادم انا بفتخر فيه وبتعلم منه طيب يا عدن خليني احكي انه برمالله فيه مؤسسات اللي بتجمع الشباب وبتعمل او خليني احكي اللي بتعمل مساحة عامة اللي بتطلع منها حراكات او مجموعات في النقب كيف تجمعته يعني خليني احكي انه احنا شفنا على الاعلام فجأة طلعت مجموعات فجأة طلعت افراد بس هذا الاشي واضح لانه هو نتاج يعني التراكمات صارت على على اكثر من سنة بس بدي اسأل اكتر على القطر اللي موجودة اليوم اللي بتجمع الناس الحراكات اللي موجودة المجموعات اللي موجودة ذكرتي باكثر من سياق برافر فبرافر لقيلة صار يعني صرت بفكر انه يمكن كانت نواة العمل الاولى او واحدة من من بدرات العمل لوين احنا موجودين اليوم بس اذا بتحكيلي اكتر على القطر وشيء تاني كيف يعني هذا بجزء تاني من السؤال اذا بتساعديني في بحس انه في مبالغة بالحكي على فكرة انه الجيل الجديد بتجمع من خلال التكتوك ملفت انه بتجمع من خلال التكتوك بس بحس انه شوي يعني انه زي كأنه منقلل من حجم تواصل اكبر بمعنى انه انت قاعد بتحكيلي على ناس بتتواصل بقرى مع بعض في قرى عم تدعم بعض مع بعض في عائلات عم تدعم بعض مع بعض اكتر من فكرة انه يعني انه تكتوك واشي زي هيك برغم ان تكتوك كتير مهم وانتبهت انه بكل خطبات الناس الناشطين بتقولوا انشروا على تكتوك تحديدا يعني هذا هلمنا نجيله بس رجعيلي اول خلينا نبلش بكل فكرة انه كل الاطر والحراكات اللي موجودة اللي بتشتروا من خلالها شوف الناس تشجعوا يطلعوا عشان كان في مظاهرة يومين قبل المظاهرة الكبيرة اه يومين كان في مظاهرة و صراحة انه ما بريد احكي حليكة بن ادم يعني واو واشياء هيك بس في الموقف هذا يعني لازم give credit انا واو لا انت واو لا مش قصد هيك بس شوف يومها ما كان في إلا ناس من سعوة بس كان في ناس من السعوة واكمل واحد زي اللي اجي من قرى الثانية عشان يساعد المظاهرة ما كانت كبيرة كان فيها ميت بن ادم و في اول جزء من المظاهرة اللي كنا برا على الشارع كنت البنت الوحيدة وكمان مش محجب يعني تخيل وكمان على الماكرافون وبحكي فبفكر ان الشي هذا اعطى امل لكثير بنات يطلعوا وكمان لما المقطع الثاني من المظاهرة لما دخلنا وتلقيت كانت كانت بتناثر على الارض وانا كنا على الشارع برا تلاقيت وانا مع بعض اعطى امل لكثير بنات يعني شوفوا هاي بنتين بيطلعن وبظاهر لارضهم يعني شوف كثير بنات بعد هذا الشي كانوا بيكتبوه بيحكو هذا فخر وعطتونا امل وعطتونا قوة احنا كمان نطلع وطبعا الشي كثير بيبسطني واذا بنحكي عن الولاد يومتها كثير بيعتقلوا وكان فيه عنف كثير فلما خلال السوشل ميديا بخصوصي الانستغرام حتى كنا مناخذ فيديوهات ومنحطهم مناخذ فيديوهات ومنحطهم وكثير ناس شافوا ايش بيصير في الولاد وفي البنات وفي الأطفال الصغار يعني بنت حدي عمرها 12 سنة اخذوها واعتقلوها من حدي يعني كانت نازلة تاخذ الحجر الدمس عشان ترميها مما سكتها السع اخذوها يعني لما الناس في المجتمع البادئ ويشافوا الأشياء هذول ولع فيهم غضب ولع فيهم لازم نمشي نساعد لازم 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 بخصوصي لما شافوا يعني قديش الجيل الجديد كان بيساعد وللأسف يعني صح انه فيه طرق ثانية بس أكبر طريقة ان احنا تجمعنا هي خلال الانستغرام والتيك توك يعني الاكمل فيديو يعني الفيديو وانا بحكي انجليزي والفيديو وهي يعني لما اعتقلت هذول الفيديوهات اللي صارين فيرول وكثير ناس شافوهم وهذول الفيديوهات اللي خلوا الناس يحكوا لازم نطلع ولازم نساعد يعني احنا كمجتمع بدوي لازم نكون كلنا مع بعض خلال الانستغرام والتيك توك خلال السوشال ميديا وبخصوصي يعني أيامها ما بعرف اذا بتعرف رمزي اكيد بتعرف رمزي هو كان بيكتب لنا اذا بتكو اي مساعدة اذا بتكو اي شي حتى هو ومونو كور تأسسوا باص من القدس ونزلوا عندنا المظاهرة الكبيرة يعني السوشال ميديا خلتنا نتواصل مع ناس بر العالم بر النقب في طريقة كبيرة بس بعدين جو النقب كنا منتواصل خلال السوشال ميديا بس كمان خلال الحكي يعني عائلات كانوا بيحكوا مع بعض آه خلص بشيع بسمح لولدي يمشي بس خلينا نشيعهم مع بعض كمجموعة يعني كان في باص من اللقية طلع كان في باص من رهض طلع للمظاهرة كان في باص يعني باصات من كل محل الولاد المجموعة يعني أنا بقدر أحكي عن اللقية نفسها سوينا مجموعة وكل بن آدم كان ودي يمشي على المظاهرة زدنا في المجموعة وطلعنا باص مع بعض يعني كنا منتجمع مع بعض كقرى صغيرة ولما تلاقينا غاد بطلنا أوه هذ الولاد لقي وهذ الولاد رهض صرنا أولاد النقب مع بعض يعني كان شي بجنن نشوفه كان فيه كان فخر لي شخصيا أني أشوف كداش كلنا كنا مع بعض طب خليني أسأل إذا بدي أقول أنه اللي صار بالأيام الأخيرة اللي شفنا ليس كما قبله أو ليس كما قبله نعم شو اللي تغير على مستوى مزاج البدوان مستوى الجنان قداش نجن مستوى الغضب قداش طلع مستوى الوعي بالضرورة الاحتجاج قداش كبر كمان قداش حاسين أنه فعليا أنه فعلا الناس يعني خليني أجرب بحكي شو شو الإشي اللي تغير أنت شايفتيه مش على مستوى الإعلام اللي بنشوفه بس على مستوى الناس اللي أنت عايش بينها بين أهلك وناسك والقرى اللي موجودة حواليك واو سؤالك بجنن كبير السؤال شكرا الله خليك كبير تغير كبير تغير نحكي حاجة حاجة أولا أنا أول ما وصلت على النقب كنت بقول لجدي وجدتي دطلع ودي ظاهر ودي أمشي ودي أسوي لا وقعدي في الدار فاكري في المستقبلك بيأخذوا منك الجامعة ما بيخلوك يتدرسي فاكري في المستقبلك لا 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 بس بعدين لما يعني مردت عليهم وطلعت ورجعت على الدار شفت التغيير فيهم هما صاروا طبعا فيه خوف بس مع الخوف صار فيه فخر فخر في ولادنا فخر في الجيل الجديد صاروا اللي أكبر مننا يقولوا لنا انتبهوا حالكم بس أطلعوا وظاهروا انتوا بتسووا كل شي صح كملوا كملوا فالجيل الأكبر مننا تغير من 100% خوف ل 60% فخر 40% خوف يلا نقول فخرهم يعني صح ما كانوا مبسوطين معنا أول ما طلعنا عشان هما كانوا خايفين على مستقبلنا بس لما رجعنا على الدار فخر وهذا كمان أعطانا احنا يا الجيل الجديد أمل أن ننكمل عشان لما أهليك وعيلتك تكون وراك بيعطيك القوة أنك تكمل حتى دولة إسرائيل اعتقلوهم هؤلاء كانوا بيستنوهم برا فخورين فيهم مش خايفين عليهم طبعا خايفين بس فخورين في أولادهم يعني هذا الشي كبير تغير وكمان شي تغير الوعي الوعي السياسي لاتجاه الدول الصهيونية الإسرائيلية اليهودية الوعي مننا لهم تغير ليش عشان إحنا يعني لما منمشي على المظاهرات حتى أمي وأبوي كانوا بيقولوا لي هم تغيروا هم صاروا يستعملوا العنف في طرق غير إنسانية صاروا زي الحيوانات يتعاملوا معنا يعني هم مية في المية تغيروا أيام أهلينا كانوا بمسموحي ظاهروا وبعد ما يظهروا بيمشوا على مطعم وبينبسطوا مع بعض إحنا اليوم بعد ما نظاهر يمنمشي على المستشفى يمنمشي على الحبس يعني ما في هم صاروا يتعاملوا معنا كإرهابية بوحشية أكثر بوحشية بالزبط بوحشية أكثر لما هم تغيروا تغيروا تعاملهم معنا إحنا كمان غيرنا تعاملنا معهم إحنا كمان صرنا أقوى وصرنا أكثر يعني صرنا نعلم حالنا ونوعي حالنا ونحكي شوف شوف الدولة هذي إش بتسوي فينا مما تدرندل صاكتين الهم هم تغيروا وإحنا نشكرهم وإحنا نجاهزين بالزبط نشكرهم أنهم تغيروا عشان نغيرونا معهم وخلونا أكثر ازعلانين وخلونا أكثر صامدون وخلونا أكثر قويين فشكرا يعني انكوا تغيرتوا صرتوا وحشيين معنا عشان كمان أحنا صرنا وحشيين في شي كمان هذول هم طيب في شي حابة أنت أضيفيه في المقابلة هاي أنا بدي أنهيها بالسؤال تفضلي لا لا بفكر كل أسئلتك كان بيجن إنه قدرت أقول كل الودية يعني ما بحس إنه ظل في شي يحكي طيب بيعطيك ألف أخي أنا بالعادي بسأل بنهي المقابلة بسؤالي بعيد عن عن كل الأسئلة التانية سؤال بتعلق بالأكل جاهزة؟ جاهزة بتحب المقلوبة؟ أف مية في المية أف مية في المية؟ أسكى أكل في العالم كيف تحبيها؟ كيف يعني؟ كيف تعملوها؟ أحنا؟ أه كيف بحب المقلوب التقليدية اللي بس فيها بطاطا والتقليدية؟ لا تعالي نزغرها بس بحب مقلوبة أمي وجدتي يعني لو حتى كيف إنك وجدتك تعملها؟ بتسأل البن آدم الغلط أنا مش في المطلخ ما بشوف أنت بس بتقليد بتعرفيش شو بتقليد يعني؟ خبط طيب بعداً شكراً جزيلاً لإليك أنا أنا بيعني كتير مبسوط من مقابلة هاي سراحة بفكر أنه في يعني عندي فضول كبير أعرف يعني تحديداً هذا الجيل الجديد اللي هو أوعى من جيالنا أوعى من يعني إحنا 18 سنة و 17 سنة كان في انتفاضة بس يعني بظن أنه كمان فيه إشي اليوم قاعد بكون كتير أقوى وكتير أنضج وكمان واضح لأنه في جيل يعني اللي أنت منه اللي قاعد بغير حتى المجتمع اللي حوالي يعني أنه أنت حكيتي بنظرك أنه فعلياً إسرائيل غيرت تعالق تعاملها مع البدوان مع النقب يعني هيك والبدوان تعرف جاهزين دايماً أنه بدك بدك كذا بتأخذ كذا من يوم يومنا من 48 و 1 جاهزين يلا فلا إلي كان جداً مهم شكراً على المقابلة هايش شكراً على التفاعل وشكراً لإلك ويعطيك ألف عافية شكراً